مع لقاء الوفد الأمريكي العسكري بالحكومة في بغداد تكشف أوراق الزيارة التي ترأسها قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي والتي تعد الأولى من نوعها بعد آخر جولة حوار استراتيجي جمعت بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن والتي تصدر فيها التأكيد على تهيئة الطريق أمام الانسحاب الأمريكي وتغيير آلية الدعم التي تقدمها واشنطن لبغداد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية كشف معلومات خاصة وحصرية حول اللقاء إذ نشر المركز أن الهدف الأساس يأتي في سياق تحقيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاستراتيجي بإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري في العراق بنهاية كانون الأول من العام الحالي والبدء بالعمل على تحويل المهمة الأمريكية في العام الجديد إلى تقديم المشورة والتدريب بهدف رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والاستطلاعية ومن المقرر حسب المعلومات الخاصة لمركز الروابط أن يغير قائد القوات الأمريكية ماكينزي قائد القوات الأمريكية في العراق من جنرال ثلاث نجمات إلى جونيور جنرال نجمتين وحدة الدراسات العراقية في المركز ارتكزت أيضا على حديث خبراء مقربين من الإدارة الأمريكية حيث تأتي أسباب بقاء أمريكا في قيادة التحالف الدولي بهدف مساندة حكومة الكاظمي في إتمام عملية انتخابية ناجحة خلال شهر تشرين الأول المقبل حيث تأمل إدارة بايدن في أن تسفر الانتخابات عن فوز القوى السياسية المعتدلة غير الموالية لطهران بنتائجها ووفقا لمحللين فإن نجاح بايدن في إتمام الانسحاب من العراق ربما يساهم في فتح المجال أمام سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس على الكونغرس عبر انتخابات التجديد النصفي عام 2022